بعد أسبوع حافل بالمتابعات والتحقيقات القضائية طالت رجال سياسة وأعمال ستكون محاكم الجمهورية المتخصصة والمحكمة العليا على موعد مع سلسلة تحقيقات أخرى في ملفات الفساد البداية من قضية رجل الأعمال محيد دين تحكوت والذي جرى معه أسماء كبيرة من مسؤولين سامينة ووزراء على غرار أحمد أويحيا ويوسف يوسفي وعبدالغاني زعلان وولات العاصمة والبيض أسعيدة تيارت وتسمسلت السابقين والحاليين العدالة ستكون أيضا على موعد مع إعادة فتح ملفات أغلقت كالطريق السيار شرق غرب والذي طلبت على إثره الوزارة الوصية رفع الحصانة على عمارغول وزير الأشغال العمومية الأسبق والمسؤول الأول عن القطاع حين إطلاق المشروع والذي ينتظر أيضا أن يعيد إلى الواجهة رجل الأعمال علي حداد ويورط عدة أسماء أخرى كما سيتطرق قضاة التحقيق بيتلمسان لقضية الخيمة العملاقة لتظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011 والتي تورط فيها كل من وزيرة الثقافة السابقة خليد تومي ووالد تلمسان الأسبق عبدالوهاب نوري وعرفت المحكمة العليا الأسبوع الماضي سقوط أسماء ثقيلة كوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية إضافة لوزير النقل عمارتو وولي العاصمة عبدالقادر زوخ وولي البيض محمد جمال خنفار في انتظار مثول رجال سياسة آخرين ومسؤولين محليين أظهرت التحقيقات الأولية تورطهم في قضايا رجلي الأعمال مراد علمي صاحب مجمع سوفاك وحسن عرباوي مالك مصنعكية يتقدمهم الوزير الأول المحبوس أحمد أويحيا ووزراء الصناع السابقين يوسفي وبشوارب ومحجوب بدة إلى جانب عدة وزراء وولة